أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرار البحرين على نهجها في تقديم التسليلات لمؤسسات المال والأعمال بما يعزز دورها في منظومة الاقتصاد ويعظم استفادتها من المزايا المختلفة التي تؤمنها التشريعات والأنظمة المتطورة المتبعة في مملكة البحرين مما يدعم مختلف المؤسسات لتطوير وابتكار أدواتها الاستثمارية في مناخ يتسم بالمنافسة والحماية التامة ولدى لقاء سموه اليوم بقصر الإقضبية السيد نمير قيرداس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إنفستكورب والسيد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أشهد سموه ببنك إنفستكورب باعتباره من المؤسسات المالية العريقة التي تعمل في المملكة منذ أكثر من ثلاث وثلاثين سنة منوها سموه بالاستراتيجية الجديدة التي دشنها البنك انطلاقا من مملكة البحرين وهو ما يعكس مكانتها كمركز مالي ومصرفي هام في المنطقة كما أعرب سموه عن تقديره لدور بنك إنفستكورب وإسهاماته في العديد من المشاريع الحيوية واستقطابه للطاقات البحرينية والاعتماد عليها في إدارة مختلف أعمال البنك من جانبه أعرب سيد نمير عن اعتزازه بلقاء سموه للعهد وعن شكر وتقدير بنك إنفستكورب على حضور سموه لمؤتمر إنفستكورب للمستثمرين والذي تم خلاله الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للبنك وأشار قرداد بالمميزات والتسهيلات التي تمنحها مملكة البحرين للقطاع المالي والمصرفي ترجمة نانسي قنقر